نخش على قطاع التجارة التجارة الداخلية احنا عندنا الحقيقة شبهة احتكار في كثير من الصناعات من اين يأتي الاحتكار؟ احنا عندنا اول حاجة بتصبط الاسعار في صالح المستهلك هي التنافسية وان يكون عندك موارد متعددة وصفت لي ان هناك حالات احتكار يعني اديني مثالي يعني هتلاقي في كل حاجة هتلاقي 6 سبعة هم اللي مسكنها؟ من القطاع الخاص؟ او مش شرط سواء كان قطاع خاص او قطاع او عام او يعني القطاع العام يمارس احتكارا في بعض المجالات؟ العدد القليل الذي يسيطر على هذه السلعة او على هذا المنتج ده في حد ذاته مش مطلوب انا مطلوب انا مش عايز الشركات الضخمة اللي هي بأربعة خمسة يعودوا مع بعض يعني هقول حقيقة السؤال اللي بتقال في الشرع عامة ان دخول الدولة في بعض المشاريع بشكل كبير جدا بهيئات مختلفة جدا امر اصبح بيانتقد الان في الشرع انت شايفوا ازاي؟ لا احنا مع دخول الدولة في القطاعات محددة وهي الكهرباء الغاز المية الصناعات الاستراتيجية الصناعات العسكرية وما دون ذلك؟ ما دون ذلك يجب ان يترك القطاع الخاص طبعا علشان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وتزود التنافسية وكل ما يزيد التنافسية كلما كان في صالح المواطن وتقدر بعد كده انت بتشوف النهاردة ان عندك شركة واحدة بتعمل السجاير اول ما بيحصل حاجة معينة السوق السودة بتظهر على طول لكن لو عندي 10-12 شركة